مساسة سندس ملخص أحداث الحلقة الـ 22 وزيارة غير متوقعة من موضي أخت عبد الرحمن وهتخرب جوازه تابعوا نهاية الفيديو الحلقة بتبدأ بعبد الرحمن داخل الغرفة بتاعت زوجته الله يرحمها وبيفتح صندوق فيه أظرف فيه ستة أظرف الأظرف دي كل ظرف منهم عليه أسميهم واجد وثامر وريمة ومناهل وكمان عبد الرحمن وبدر بعد كده بيفض القوضة وبيروح وبيحذر ثامر أن هو يدخل القوضة بتاعت أمه تاني قال له أنا دخلت عشان كنت مشتقلها جدا قال له برضو ما تدخلش غير معايا منلاقي ثامر قاعد على كافيه بيشرب قهوة متأثر جدا وهو بيفتكر أيام ما كانت مامته عيشة وأيام ما كانت تعبانة والكل كان زعلان عليها يوم خرجوا مع بعض وعرفوا الخبر بينما قاعد أبو فواز مع منصور ومنصور بيقول له أن كل حاجة خربت المفروض أن هو كان خلاص حيبقى مدير ليه؟ التسويق لكن سندس خربت عليه كل شيء لأنها قامت وقالت لعبد الرحمن أنه هو ما يستهلش المنصب ده كمان منصور متغاص جدا من سندس وعايز ينتقم منها وبيقول مش عارف هي عايزة تعمل إيه بالزبط عبد الرحمن بيسمع كلامها كأنها سحراله بيرد أبو فواز وبيقول أبو بدر كمان سندس جابالة عروصة اسمها سلمة فقيرة مش غنية قوي وأخوها في السجن كمان واسمه مطلق وطبعا منصور لما بيعرف الخبر ده من أبو فواز بيبقى عايز يستغل المصلحته تعالوا نشوف هيعمل إيه بينما منصور قاعد بيتكلم مع عنوف وبيقول لها يا أختك فانا عايزة تعمل كده بترد و بتقول لها ما ليش اخوات أنا مش عايزة تكلم معها تاني ما تجيب ليه سريتها قال أيوة بسي ليه يعني عايزة تجوز عبد الرحمن اللي اسمها سلمة دي ردت وقالت ما عرفش إيه اللي في دماغها بالزبط فبيردوا بيقول لها طيب عبد الرحمن مالوش أهلي يعني قالت ليه ليه أخت اسمها موضي في الشرقية تعالوا نشوف هيعمل إيه بينما عبد الرحمن قاعد مع سندس وبتتكلم معه في موضوع جوازه من سلمة مرة واحدة قال لها انتي انهزامية يا سندس قالت له أنا قال أيوة يعني هربتي من الشركة وماستنيتش حتى غير انك تسمعيني للآخر هربتي ونحشتي ودلوقتي عايزة تجوزيني لسلمة واحدة فقيرة أخوها بيضربها بتربي ولد أخوها صعبت عليكي عايزة تلبسيني فيها علشان تهربي انتي تهربي من مسئولية الأولاد بس أنا مش هخليكي المرة دي تنحاشي لأ محدش قال ان انت شغلك وحش وحش انت زعلتي مني ومشيتي في الشركة قالت أيوة انت ما كنتش راضي على شغل قال لها بالعكس كنت راضي جدا لكن انتي ما دينيش الفرصة دي المرة دي مش هخليكي تنحاشي وتسيمي البيت يا سندس من لايه بعد كده منصور وتعالوا شوفوا هيعمل ايه بياخد رقم موضي أخت عبد الرحمن وبيروحوا بيتصل بيها وبيقول لها ان في واحدة اسمها سندس المفروض ان هي مربية الأولاد وعايزة تجوز عبد الرحمن لوحدة اسمها سلمة فقيرة وعلى قد حالها لكن أخوها اسمه مطلق في السجن طبعا أخته هتيجى على طول بينما سندس بتتكلم معانا وبتقول انا انهزامية انا عمري ما كنت انهزامية بالعكس انا مشيت من الشغل لان المديرة كانت افرع لنفسها قوي مش عايزة تسمع لحد ومفيش حاجة في دماغة غير افكارها وبس وكمان سبت طلال عشان خاطر من حق ان هو يكون له ولد ومشيت من الشركة علشان حسيت اني ماليش لازمة فيها لكن ليه يقول عليها كده انا حسبت لكم ان انا مش انهزامية وحروح وواجه نوف اللي بتقول عليها اني حقودة لازم اواجهها واتكلم معاها بيجي بعد كده الثامر وبيتكلم معا سندس بيقول لها انه سمع كل حاجة قالت له ايبنا ما تصنط قال لها لا ما تصنطش انا ما كدش قصدي بس سمعت كل حاجة بينك و بين بابا قالت له انا انهزامية فعلا بيرل تليفون ثامر الراجل الاجنبي بيتصل بيه سندس بتقول له رد قال لها لا مش عايزة رد قالت طيب انا بقى هعلمكم وعرفكم مين هي الانهزامية دي وحروح واتكلم مع نوف وكمان بتاخد رقم الراجل علشان انت بتتكلم معاه سندس بتروح لاختها نوف علشان تتكلم معاه بترفض ان هي تتكلم بتسيبها وبتمشي طبعا سندس بتدائي جدا وبتقول المفروض اللي زعلني يتكلم ما يسقطش كده سندس بتشتكلم مشاعر ان عبد الرحمن بيقول عليها ان هي بتهرب وبتنحاش والنوف بتقول عليها انها حقودة لكن بدر بيجي وبقول لها تعالي فيه مصيبة ام هناء هنا ام هناء جاية وجايبة بنتها وبتقول ان الولد ده غلط مع بنتها ولازم يصلع غلطته وطبعا سندس ما كانتش فاهمة حاجة وبدر بقول انا ما عملتش حاجة انا بس كنت بخرج معها خروجات كده عادية لكن طبعا ام هناء جاية وعايزة تتخانئ وعايزة تعمل مشاكل كبيرة وفي نفس الوقت بتيجي موضي موضي اخت عبد الرحمن وبنتها فرح فسندس طبعا بتاخد هناء وامها علشان تقعدهم في الملحق وتتفاهم معاهم بالراحة بلاش فضايح اما بدر فبيستقبل عمته موضي وبنتها فرح شكله معجب بيها وهي معجبة بي وبيبرر موقفه هنا ان هو ما عملش حاجة وان البيت دي جاية تتبلع عليه وانه ما يعرفاش اصلا بس سندس اكيد حتحل الموضوع وحتدهم فلوس لو عايزين يعني بينما بيجي عبد الرحمن بيسلم على اخته وبنتها وملاقي بعد كده سندس قاعدة بتهدي في هناء وفي ام هناء اللي كانت عايزة تعمل مشاكل كبيرة جدا بتدهم القهوة وبتضيفهم وطبعا ام هناء شكلها مفترية شوية وبتحاول سندس ان هي تقول عليهم ان هم عائلة كويسة وان هم اخوش ناس يعني وان شاء الله هتحللهم مشكلتهم بينما عبد الرحمن بيستقبل اخته وينزلوا البنات وجده مناهر بيسلموا على عمتهم وبعد كده بيسيبوهم لوحدهم البنات يعني وبيروح عبد الرحمن مع مودي تكلموا سوا بدر خايف من اي حاجة تحصل لكن ثامر بيقوله تطمن اكيد سندس هتحاول تهدي الموضوع ومن لاي عبد الرحمن بيتكلم مع اخته بيقول له خير جاية ليه يعني قالت ان هي يا سمعت ان هو عايز تجوز وعايز تجوز واحدة اي كلام كمان فقيرة وعلى قد حالها بيردوا بيقول لها انت رفضت جوازي من فرح وعملت مشاكل قبل كده ومع ذلك فرح كانت اول واحدة وقفت جنبك لما فلستك خليتني اديكم نص سروتي وخليتكم يعايشين احسن عيشة قالت انا عارفة طبعا انا مقدارة اللي فرح عملته انا الاول مكنتش حباها لكن خلاص بعد كده حبتها وبيان اصحاب سميت بنتي على اسمها لكن ده برضو ما يدلكش الحق ان انت تروح وتتجوز اي حد انا سمعت ان انت عايز تتجوز واحدة سماعة سلمة ودي فقيرة وعلى قد حالها اهم حاجة تبص لحد يبقى زيك مع فلوس زيك ما يبقاش طمعان فيك وكمان اخوها اخوها في السجن ازاي عايز تتجوز واحدة اخوها في السجن قال لها اه انت عرفتي بقى كل حاجة قالت ايوة واحد فعل خير اتصل بي وقال لي بس مش هسمحلك انك تتجوز الجوازة دي قال لها روح يقولي لي فعل الخير انا لو عايز اتجوز هتجوز وهعمل كل اللي انا عايزه وما حدش يقدر يخصبني على حاجة ولا يمنعني من حاجة من ليه بعد كده بتتكلم معانا موضي وبتقول ان هي في الاول ما كانتش حبة فرح كانت معرضة الجواز لانها كانت احسب منها كانت احلى منها كانت غنية زيها بس كانت اطيب منها لكن بعد كده حبتها لكن برضو مش هتدي فرصة لاخوها انه يتجوز جوازة زي دي ومش هتسكت مينما مناهل قاعدة مع فرح بنت عمتها بتتكلم معاه بتدردش في احوالها عاملة ايه واخبارك ايه عاملة ايه في الكلية بتقول لها بروح وباجي على طول يعني من الكلية للبيت ومن البيت للكلية ما فيش اي خرجات ويه بتقول لها كمان ات في كلية الطب بقى يعني تلاقيك عايش عياتك وبعد كده بتقول لها على موضوع بدر قارت لها مناهل ماله بدر قارت لها انا شفت بنت اسمها هناء وامها جايين وعملين مشاكل يا طرفي ايه بدر ده شكله يعني صايع ولا مش كويس مانا قالت لها لا مفيش حاجة انا اصلا مخدتش بالي ما شفتش بس اكيد يعني الموضوع يعني حيعدي بس شكلك معجبة بيه طبعا بتتحارك فرح بدر قال الان جدا وبيسأل سندس وبيقول لها عملت ايه في موضوعها انا اقوى امها حليني الموضوع ده قالت له ما تقلقش ان شاء الله هحاولي حليني الموضوع مرة واحدة بتنزل موضي سندس بتقول له ابعد شوية كده علشان خاطر موضي جات موضي بتيجي بيمشي بدر بتقعد تتكلم معها سندس بتقول لها انت سندس بقى المشهورة قالت لها مشهورة فين بس يعني ما عنديش حد يعني ولا حاجة قالت لها انا علمت ان الموضوع جوى السلمة وانت جابد العروس انا عايزك تحكيلي كل حاجة عن سلمة دي فبتبدأ ان هي تحكي لها عن كل حاجة عن سلمة تعرفها وده اللي خلى موضي بتروح لسلمة البيت وبتهددها وبتقول لها ابعدي عن عبد الرحمن وياك تتجوزي قالت لها مي اللي قالك اصلا ان انا عايز اتجوزه قالت لها ديني بقولك يعني لو تقدم لك ترفضي وما تتجوزهوش قالت لها اطلعي برا وتردتها بينما منلاقي بعد كده فرح قاعدة بتتكلم مع سندس في موضوع بدر وبتقول وبدر مش كويس هو بيعمل ايه هو بيعرف بنات بترد سندس وبتقول لا هو مش وحش ولا حاجة مراهج زي اي شاب عادي جدا يعني مشاكل بنتي تحصل بس انت شكلك معجبة به مش مجرد بس قريبك وخلاص وسندس بتبص لنا وبتقول ان دلوقتي البنات ما بقوش زي زمان بيتكسفوا لأ البنت جريئة جدا وبتسأل كده ومنتهى الجراءة بتخلص الحلقة على كده وده كملاحظ الاحداث الحلقة الـ 22 من مسلسل سندس ويرب ملاحظ بتاعي يكون عجبكم ما تسونيش في اللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد احبكم مرة باي باي